السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي حضراتكم عاملين ايه يا ربي دايما تكونوا بخير ومعاينا فيديو جديد وخبر جديد بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا ننساش نعمل لايك ونشترك في القناة وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد اللهم صلي على سيدنا محمد خبرنا النهاردة بيتكلم عن اللاعب رياض محرز وطبعا هو عمل جامعة في الجزائر وطبعا والدته اخوه راحه افتتحوا المسجد ده امبارح ووالدته حكيت عن هو كان نفسه طول عمره ان هو يعمل مسجد في المكان ده لان والده مدفون قريب من المكان اللي تفتح فيه المسجد عن سعادتها وسعادته طبعا ان هو فتح المسجد ده بعد فترة طويلة من ان هو كان نفسه يعمل حاجة زي دي الوالده وهي كمان بتحتسب ان هو ان شاء الله يكون المسجد ده يعني زي صدقة جارية على روح والد رياض محرز بنلاقي كل يعني كل مرة بنلاقي فيها حد ناجح جدا يعني وصل لمكان عالية بنلاقيه فعلا ليه في الخير باع طويل جدا ربنا يكرم رياض محرز على المسجد اللي عمل وده حاجة جميلة جدا جدا ومشرفة وكمان زي بالضبط محمد صلاح برضو زي ما قلنا قبل كده ان هو متكفل برضو بحاجات كتير جدا في قريته ففعلا كل شخصيات نجحة تلاقي وراها خير كبير 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 ريح ما بيجيش إلا من توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى والتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى بيجي لما يكون العلاقة بربنا سبحانه وتعالى طيبة شوف حضراتكم عن ألف خير يا رب فيديو جديد وخبر جديد إن شاء الله وربنا يكتر يا رب من الناس الكويسين زي رياض محرز ومحمد صلاح يا رب إن شاء الله